اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته هل تجوز كتابة بعد آيات القرآن الكريم مثل آية الكرسي على أوان الطعام والشراب لغرض التداوي بها هل تجوز كتابة بعد آيات القرآن الكريم كم آيات القرآن الكريم كتابة بعد آيات القرآن الكريم يجب أن نعلم أن كتابة الله عز وجل أعز وأجل من أن يمتهى إلى هذا الحد ويبتدل إلى هذا الحد كاب تيك في لزلو كتابة ربنا سبحانه وتعالى كسبكن رزيز أكل كاب محسار مستنعاس زلاعال زي سهريانيو كيف تطيب نفسه مؤمن أن يجعل كتابة الله عز وجل وأعظم آيات آية في كتاب الله وهي آية الكرسي أن يجعلها في إنها يشربو فيه أمو بلست زخنت آيات الكرسي بلست آيات زخنت كمو دماني آياتنا قرآن سني سب زنو عقو زخاني ويزي قدسو اللو زخاني أب ماي مستي أب كبايتات أمسالي كتزحفو سني أزيس بدعمي امتهانيو نتي قرآن الكريم بالمالاتي منت قرآن الكريم من ناسيو ويمتهانو ويورو ما في البيت ويلعبو به الشبيان أبقزا أب زخاني زي الدارباي زي الداربايو تي أقحا كمو من قلعوت دحزوون دتس أوتولونيو هذا العمل لا شك أنه حرام أبقر كمزز بي لعينة تكبر بزيت أراتر حراميو وأنه يجب على من عنده شيء من هذه الأواني أن يتمس هذه الآيات التي فيها انتداخب زعينة تزي قرآن دتخطبو أب كاسايقون أب نساتي اللون أب زبال عالون تدأ اللو خونو كالتفو كالكوغو اللوو ما لتي بي أن يذهب بيها إلى السانع في يتمسوها أبتم كمو عينة دسرحو أب عاتم كيت كا خميك يروم كالكسو وخمزو أبتم كتالكسو ويكتالكوغو أبتم فإن لم يتمكن من ذلك انتداخا كتالكوغو زي كالكا كتفو انتداخا زي كالكوين دماني فالواجب عليه أن يحفر لها في مكان طاهر ويدفونوها حسرتين قولعوت جتساوتولون دساتيولون زبالعولون كتقبرغن إزي تقبار إزي تقبار إزي آيفيك أدنيو كتوم كدامت زينبورو بقرآن الكرين شفاء نقرخ بدما كمزا عينة إزي تقبار اي قبرنيم نيروم قبطم كدامت سلفون السالح رضي الله عنهم بمبال ملسو يدمدم وصلى الله وسلم على نبينا محمد